اشتركوا في القناة على الأهداف السامية لمجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدولي والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة ويعقد مواطن دول المنطقة الأمل بأن يعيد بيان العلا الذي تم التوصل إليه في هذه القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس وانطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية لقد أظهر تحدي جائحة كورونا المسجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات قير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليج المشترك وعلى وجه الخصوص فيما يلي التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة تفعيل دور المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الذي تم تأسيسه في هذه القمة انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وقيرها من الأوبئة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشتركة وتحقيق المواطن الاقتصادية الكاملة بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي الرعاية التعليم والرعاية الصحية وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في جميع المجالات بما في ذلك تحفيز الاقتصاد وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020 بما يحقق مصالح دول المجلس تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليج المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة الحدود وملاحقة مرتكبيها لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب تعزيز التكامل العسكري بين أدول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العلية والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لمواجهة التحديات المستجدة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محليا وأقليميا ودوليا بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نموا في المجالات الصحية والاقتصادية تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة وقد أكدت قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس وتحقيق تطلعات المواطن الغليجي وتدليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك صدر في مدينة العلا المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء واحد وعشرين جماد الأولى الف واربعمية واثنين واربعين هجرية الموافق 5 يناير الف ترجمة نانسي قنقر